جماعة اليوم في عندنا بعض الأشياء المهمة اللي حصلت هنا للبيتكوين راح تكلم بشمعه عن التطورات اللي حصلت أمس وكمان راح أتكلم عن إيش اللي أعتقد بأنه راح تكون الحركة الكبيرة القادمة للبيتكوين فاتأكدوا جماعة بأنكم تظلوا معايا من البداية إلى نهاية هذا الفيديو مرحبا بكم مرة أخرى اسمي وانصور قدم لكم فيديوهات عن الامناطة الرقمية كل يوم معلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس الآن طيب على فريم الأربع ساعات في عندنا بعض التطورات المهمة جدا طيب أول شيء وهو تقدروا تشوفوا بأنه في خلال اليومين الماضيين حصلنا على ارتفاع وفي الواقع حصلنا هنا على نموذج القمتين ارتفاعنا فوق هذا الخط البني وصلنا إلى هذه القمة الأولى عند هذا الخط البرتغالي عند 59 ألف دولار هبطنا وحصلنا على دعم من عند داخل هذا الخط البني وحصلنا هنا على ارتفاع آخر ولكن هذا الارتفاع من ناحية غلاق الشماعات فطبعا هذا هنا كان قمة أقل من القمة السابقة والآن حصلنا أرد على انخفاض وكمان طبعا هنا كسرنا خط الرقبة تقدروا تشوفوا أنه كسرنا هذا الخط فتقدروا كمان تسموه نموذج الام وكسرنا هنا الجزء النصفي من الام ففي العادة هذا يشري إلى انخفاض أكثر وهذا هو بالفعل اللي حصلنا عليه وهبطنا هنا إلى مستوى 56500 دولار طيب شوفوا هنا تقدروا تشوفوا أنه أمس حصلنا هنا على هذه الشمعة الحمراء الضخمة أمس وهذا كان متعلق بالأسواق التقليدية وراح أتكلم هنا عن الأسواق التقليدية بعد شوية تقدروا تشوفوا هذه الشمعة الحمراء الضخمة إيش اللي حصل هل هذا شيء ممكن نقلق منه أو لا طيب ولكن نقدر نشوف هنا بأنه البيتكوين لسه هنا ماشي بشكل جانبي وفي الواقع إذا رسمت هنا ترند لاين بهذا الشكل فتقدروا تشوفوا بأنه إحنا كمان قاعدين هنا نشكل ترند لاين في هذا الشكل الصاعد فمرة أخرى جماعة نشوف نفسنا هنا في وضع مثير الاهتمام إما إنه إحنا راح نكسر هنا فوق هذا الخط للأعلى هذا الخط البني أو إنه لازم نكسر هذا الترند لاين الصاعد للأسفل وهذا الترند لاين يعتبر قوي جدا منذ خمسة من هذا الشهر فخلونا نشوف يا جماعة أي من هذه الخطوط راح نكسر أول على ميزة الاحتماليات فلسأ أعتقد بأنه ممكن نحصل على هذا الكسر للأعلى يعني نفس النمط اللي حصل قبل يومين ما أتذكر بالضبط فين كان أوه أتوقع كان تقريبا هذا هنا ووقتها قلت نفس الشيء إما إنه لازم نكسر أسفل هذا الترند لاين للأسفل خلونا نرجع هنا إلى على فتشارت الساعة راح يكون أوضح طيب نعم تقدروا تشوفوه هنا فاللي قلته بأنه كان في عندنا هذا الخط هذا الترند لاين على فريم الساعة وكنا نتماسك داخل هذا النموذج وإحدى هذه الخطوط كان لازم بأنه ينكسر إما إنه راح نكسر هذا الترند لاين للأسفل أو إنه نكسر هذا الخط البني للأعلى وقلت في وقتها بأنه أعتقد الاحتمالي الأكبر بأنه راح نحصل على الكسر للأعلى وهذا هو بالفعل اللي حصل طيب والآن على فريم الأربع ساعات عندنا هنا ترند لاين مشابه ومرة أخرى جماعة راح أقول نفس الشيء أعتقد بأنه الاحتمال الأكبر بأنه هذا هنا راح نكسر للأعلى فهذا هو جماعة اللي أنا أشوفه حاليا في عندي بعض الشعرات الأخرى اللي أعيز أركم إياها ولكن كمان إذا رحنا وشوفنا هنا على الفريم اليومي فإنتوا عارفين بأنه في عندنا خط الموفينج أفريج 200 الخط الأخضر مرة أخرى جماعة هبطنا هنا مرتين وهذا الخط كمان يقوي الخط البرتقالي تبعي هنا عند 59 ألف دولار هذا الخط البرتقالي فهنا مستواه مقاومة قوي جدا تقدروا تشوفوا بأنه هذا الموفينج أفريج هبطنا هنا مرتين مش فقط مرتين في الواقع ولكن كمان راح أقول بأنه كان له تأثير هنا في هذه الشمعتين لأنه كان قريب جدا من هذا الخط فهذه يا جماعة هي المستويات المهمة اللي لازم نكسرها على المدى القصير طيب جماعة خلينا لأنا أوريكم هذا اللي تشارت طبعا انتوا أريد يعرفين بأنه على الفريم اليومي في عندنا هذا التريند لاين تكلمت عنه في السابق فهذا هنا التريند لاين مهم جدا حاليا عند مستوى 63500 دولار وأنا أحذرتكم من هذا التريند لاين في حال حصلنا على ارتفاع وفي الواقع كمان في عندنا هنا شيء آخر وهو هذا التريند لاين بهذا الشكل تقدروا تشوفوا بأنه في عندنا هذا التريند لاين الهابط وهذا المستوى حاليا عند 59000 دولار فإذا قدرنا بأنه نكسر هذا التريند لاين الأعلى مع كمان خط الموفين أفريج اللي وردتكم ياه قبل شوية فهذا هنا ممكن يشير إلى تحول على المدى القصير كسر على المدى القصير وزخم بوليش للبيتكوين فإحنا نراقب كل هذه المستويات حاليا وكمان في عندنا هذا التماسك لنشوفه هنا في عندنا هذه الحركة الجانبية وأعتقد بأنه راح نستمر بالحركة الجانبية هنا لفترة أطول إلى تقريبا ممكن نهاية شهر سبعة وبعدها ممكن الأشياء تبدأ بالتعافي وبالذات للإيثريوم الإيثريوم كمان هنا ماشي بشكل جانبي ولكن بشكل صعد شوية هنا في الفترة الأخيرة ولكن يوجد فقط عدة أيام قليلة متبقية للموافقة أو لبدء تداول الـ Spot Ethereum ETF وهذا أتوقع راح يكون هو المحفز اللي نحتاجه لأنه كمان شيء مثير الاهتمام وهو أنه معظم كمية الإيثريوم اللي موجودة في السوق في الواقع مغلقة فتقدروا تشوفوا جماعة هنا بأنه 40% من كل الإيثريوم حاليا مغلقة فهذا هنا راح يسبب شحة في الكمية المعروضة فما راح يكون فيه إيثريوم كثير متاح للناس علشان يشتروه وكمان زي ما أنتوا عارفين موفري الـ ETF طبعا ما كان في عندهم وقت كافي علشان يجمعوا كميات كبيرة من الإيثريوم عكس الـ Bitcoin ETF كان عندهم وقت علشان يجهزوا في وقت الـ Bitcoin ETF ولكن في الإيثريوم كانت الموافقة على الـ Spot ETF مفاجئة فما كان في عندهم وقت كافي علشان يجمعوا كميات من الإيثريوم فنعم راح يكون فيه ضغط شراء كبير في السوق وهذا راح يكون شيء مثير جداً للاهتمام نشوفه طيب ليش شفنا أو ليش حصلنا هنا على الشمعة حمراء كبيرة في الأسواق التقليدية أمس لأنه بيانات التضخم اللي طلعت في الواقع كانت أفضل من المتوقع ولكن التوقعات حالياً بأنه طبعا الناس كثير يتوقعوا أنه بيانات الـ CPI اللي راح تطلع راح تكون إيجابية فدخلوا لونغ وأخذوا الأرباح فهذه هنا الشمعة طبعاً أخذ أرباح فيعني ربما اشتروا في فترة السعود هذه هنا وبعدها هذه هنا كانت في فترة أو هذه الشمعة كانت بسبب أخذ الأرباح فبشكل عام طبعاً هذا هنا لسه يعتبر شيء بوليش لأنه نعم هنا شلنا أو أخذنا 600 مليار دولار من الأسواق التقليدية أو من القيمة السوقية للأسواق التقليدية اليوم ولكن من ناحية الصورة الكبيرة فالآن السوق يتوقع بأنه راح نحصل على تنقيص لمعدل الفائدة والاحتمالية هي 83% أنه راح نحصل هنا على تنقيص لمعدل الفائدة بعد بيانات الـ CPI لشهر 6 فتقدروا تشوفوا هنا بأنه الاحتمالية زادت هنا بهذه القوة بأنه راح نحصل على تنقيص لمعدل الفائدة في شهر سبتمبر فهذا هنا شيء مثير جداً الاهتمام وفي الوقت اللي راح يبدأ فيه الفيدرالي بتنقيص معدل الفائدة فأعتقد بأنه هذا هنا كمان راح يكون خليط جيد أو كوكتيل جيد إلى أسواق التقليدية والكريبتو مع الـ SPOT Ethereum ETF الأشياء راح تكون أو راح تبدأ أنها تكون بوليش شوية شوية وراح تبدأوا أنكم تشوفوا هذه تنقيصات معدل الفائدة وبعدها المخاطرة راح تزداد هنا في السوق وبعدها الناس راح يبدأوا بأنهم يبيعوا السندات الأمريكية الـ US Treasuries وراح يستثمروا هذه الأموال في أسواق الأسهم وكمان الكريبتو وباقية الأشياء فراح نشوف جماعة نفس الشيء اللي شفناه في السابق في الوقت لما كانوا الناس عايزين يأخذوا أو يدخلوا في مخاطرة أكثر عايزين يدخلوا في أصول ترتفع بشكل أكبر فهذا جمع هنا شيء جيد وهذا كمان في الواقع يتوافق مع التقرير اللي طلع من جي بي مورغان قالوا نعتقد أن في شهر أغسطس أو في نهاية شهر سبعة راح تشوفوا السوق يرتفع مرة أخرى فهذا هنا متوافق مع الشيء اللي أنا أتوقعه كمان وبعد كده في عندنا هنا 11 يوليو حصلنا على تدفق داخل بـ 80 مليون دولار حتى للرغم من أنه البيتكوين انباع أمس وحصل على انخفاض وكمان الأسواق التقليدية ولكن الـ ATF لسا كانوا يشتروا فيعني لسا في ضغط شراء قوي قادم هنا للبيتكوين من الـ ATF فهذا هنا كله جيد ومش فقط هذا الشيء ولكن كمان الحكومة الألمانية الآن على وشك إنها تنفذ من الكمية اللي عندها الآن في عندهم بيتكوين فقط بـ 400 مليون دولار فهذا هنا كله رائع جدا طيب ومن ناحية الـ Liquidations ففي عندنا هنا شوية Liquidations عند مستوى 56500 دولار فإذا نزلنا إلى هذا المستوى فممكن نحصل على Long Squeeze يعني بمعنى راح نخبط أكثر ولكن شوفوا هنا في كمية Short مكدسة هنا تماما فوق النقطة اللي احنا فيها الآن فإذا قدرنا نصفي هذا المستوى فأعتقد بأنه كمان ممكن نحصل على Liquidations للأعلى وممكن هنا تسبب Short Squeeze بمعنى أنه راح نحصل هنا على ارتفاع للأعلى وجماعة إذا عايزين تحصلوا على أفضل بونصات الإداع المتاحة على أفضل منصات التداول ففي عندكم هنا بونص إداع 30 ألف دولار من البابيت إذا استخدمتم هذا الرابط وكمان بونص إداع يصل إلى 60 ألف دولار عن طريق هذا الرابط وما يصل إلى 40 ألف دولار على الـ BitGet وبعد كده Aivo تقدروا تدخلوه بصفقة بـ 300 دولار هنا مجانية عن طريق هذا الرابط سجلوا في هذه المنصة ما في KYC ما في إعرف عميلك فأتأكدوا جماعة بأنكم تستغلوا هذا الشيء وكمان جماعة راح يكون في بعض الأشياء المثير الإتمام في Aivo راح أتكلم عن كل هذه الأشياء في فيديو منفصل في المستقبل فأشياء جماعة جيدة قادمة فأتأكدوا بأنه يكون عندكم حسابات في هذه المنصات هذا كل شيء عندكم اليوم جماعة بالتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم